الرئيس عبدالربو منصور هادي يغادر الرياض بشكل مفاجئ متوجها إلى هذه الدولة لنشاهد التفاصيل أفادت مصادر خاصة إن الرئيس القمهورية اليمني وقائد القوات المسلحة المشير عبدالربو منصور هادي غادر المملكة العربية السعودية مساء اليوم وكشفت المصادر إن الرئيس عبدالربو منصور هادي توقع إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية وفي السياق كان قد التقى الرئيس عبدالربو منصور هادي اليوم بقيارات الدولة العليا في اجتماع انضم كل من نائبه الفريق الرقم علم حسن صالح الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ووزير الخارجي أحمد عوض بن مبارك شامل قوانب ومقالات واحتياجات المجتمع اليمنى وتطورات الأحداث على المستوى الميداني وقوانب التنمية والخدمات والاهتياجات العامة المرتبطة بواقع المواطن المعيشي والخدمي وزار الرئيس عبدالربو منصور هادي الولايات المتحدة للخضوع لفحوصات طبية وللالالاق في عام 2019 و2020 ويتلقى علاقا لمشكلة في القلب منذ عام 2011 ويشهد اليمن أزمة كبيرة عقب السيطرة قمعات أنصار الله الحوذية على العاصمة الصنعاء وعددا من محافظات اليمن عام 2011 مما أدى إلى نشوب صراعا بين الحكومة برئاسة عبدالربو منصور هادي شكرا للمشاهدة